فندق الإقامة قامت النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في الدور التمهيدي ومباراة هامة جدا الكل بيعتقد أنا دايما ما بخافش إلا من المباريات السهلة بيني وبينكو يعني الكل بيقول إن المباراة سهلة كذا 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 آه طبعا فريق اطلع برة فريق ما لوش تاريخ بعيد جدا عن المشاركات الأفريقية بقالوا كتير قوي ما لعبش في البطولات أفريقيا ما عندوش أي تاريخ الحياة في البطولات الأفريقية ولكن دائما الخطوات الأولى بتبدأ بالسهل السهل دايما هو ده اللي حنلعبه في مباراة اليوم فمن المفترض أن يكون النادي الأهلي إن شاء الله لعبت النادي الأهلي على قد المسئولية الملقعة لعاتقهم أنت ما بتبصش على مباراة النهاردة ولكن أنت بتبص على المباراة النهائية بتبص إمتى إن شاء الله في شهر 6 القادم أو في نهاية شهر 5 تكون المباراة النهائية طرفها أو أحد طرفيها هو النادي الأهلي وده اللي يهمنا الحقيقة البداية هتكون من النهاردة فتكروا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم الفترة اللي جاية دي بدايتها أو البطولة الأفريقية بطولة دوري أبطال أفريقيا هي بدايتها النهاردة النادي الأهلي سيلاقي فريق ملوش تاريخ فريق ضعيف فريق أقل كتير من الناحية الفنية من النادي الأهلي ولكن البدايات دايما بتبقى مختلفة ده اللي أنا بحضر منه لعبة النادي الأهلي ياما شوفنا وياما حصلت مفاجآت كثيرة جدا مع أنديها كثيرة جدا عشان كده لعبة النادي الأهلي النهاردة كلهم إصرار كلهم عزيما أن هم يقدروا يعدوا هذه المباراة الصعبة المباراة المهمة في أولى الخطوات للوصول إلى الأميرة الأفريقية وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا خطوة النهاردة صعبة ولكن دايما الخطوات الأولى بتبقى دايما صعبة مهما كانت سهولة الفريق اللي أنت بتلعبه خلينا نروح نشوف جرافيك هذه المباراة وماذا يقول أو عندنا إيه النهاردة في جرافيك هذه المباراة طبعا المباراة الأولى في الدوري التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 النهاردة 11 أغسطس أول أيام عيد الأطحى المبارك النادي الأهلي المصري سيلاقي نادي إطلع بره جنوب السودان طاقم تحكيم لهذه المباراة من حكم أغندي براين نسوبجا ميرو وحكم مساعد لأوكيلو وموسى باليكو نجوبي ده أيضا من أغندا وحكم رابع أليكس مهابي طاقم تحكيم أغندي أكثر الأندية المشاركة بالبطولة الإفريقية هو النادي الأهلي ب30 مشاركة أكثر الأندية تتويجا بالألقاب المتتالية لقابين متتاليين ينادي الأهلي المصري 2005-2006-2012-2013 تيبي مازينبي 67-68 و2009-2010 الترجي التونسي 2018-2019 وإنيين بنيجيري 2003-2004 إحصائيات بقية الإحصائيات أكبر عدد من النهائات المتتالية التي تلعبها الأندية أربع نهائيات متتالية وكالعادة يتصدر النادي الأهلي كل هذه الإحصائات 2005-2006-2007-2008 وهافيا كونكري 2075-76-77-78 وتيبي مازينبي 67-68-69 أنديا فازت باللقب دون هزيمة يتصدرها الترجي أرياضي التونسي سنة 94-2011-2019 ثم شبيبة القبائل الجزائري في 1981 ثم النادي الأهلي المصري في 2005 أكتر لاعب تتويجا بالبطولات الإفريقية ستة ألقاب النجم اللي كان ضفنا الحقيقة فيه يوم الثلاث في عيد ميلاد قناة النادي الأهلي النجم هو الجمعة 2001-2005-6-2018-2013 الهدف التاريخي لهذه البطولة هو أيضا النجم محمد أبو تريكا ب31 هدف أكبر فوز في تاريخ البطولة تبي مازينبي بيفوز على النادي الإفريقي التونسي بـ 8-0 في دوري المجموعات في 2018-2019 النادي صاحب أكبر فوز في المباريات النهائية النادي الإفريقي في سنة 1991 بيفوز على نادي ناكيفوبو فيلا الأغندي 6-2 الفرق الأكثر حصولا على لقب دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري في المركز الأول وعدد الألقاب 8 ألقاب 1982-87-2001-2005-2006-2008-2012 2013 ويظل هذا اللقب غائب لمدة 6 سنوات زي ما قلتلكم 6 سنوات كتير على جمهور النادي الأهلي نادي الزمالك المصري أيضا خمس ألقاب في 84 وفي 86 وفي 93 وفي 96 وآخر لقب 2002-17 نادي الزمالك 17 سنة لقب دوري أبطال إفريقيا بعيدا عنه أما نادي بمازينبي خمس ألقاب في 67 و 68 و 2009 و 2015 التراجد تنسي أربع ألقاب في 94 و 2011 و 2018 و 2019 أما الرجاء المغربي في 3 ألقاب في 89 و 97 و 99 وكوناكري هافيا كوناكري 3 ألقاب أيضا 72 و 97 و 99 وكانون يا ويندي الكاميروني بـ 3 ألقاب في 71 و 78 و 1980 مباراة أو دوري أبطال إفريقيا المباراة التي ستلعب في هذا الدور 2020 الجمعة 16 أغسطس 2019 ذهاب دوري الـ 64 نادي دي كدهة أفسي الصومالي ضد نادي الزمالك المصري أيضا دي بقى مباراة الحد 11 أغسطس النهاردة في مباراة كتيرة جدا راينو سبورت الرواندي سيلاقي الهلال السوداني وبافلس دي بوركو بورفو ده من بنين حيلاعب كاراتوجو ومكافا أفريقيا الوسطى حيلاقي بترو أتليتكو الأنجولي والناصر الليبي سيلاقي لا جنياريا سبورت السنغالي سيلاقي أوليارز من ليبريا وهافا كونكري من غينيا سيلاقي النجمة الساحلي التونسي ويو ام اس دي أم الكاميروني سيلاقي فيتا كلاب من جمهورية الكونغو ومن كوديفور أيضا سيلاقي افسي من موريتانيا ونادي اطلع بره الجنوب أفريقي سيلاقي النادي الأهلي في موبلي كلوب من جزر القمر سيلاقي كوتو دي أور من سيشل وسيركل مبري الجابوني سيلاقي إلكت سبورت من تشاد وإيجل مكامبا من بوروندي سيلاقي جورماهيا الكيني وجينيور من مدغشقر سيلاقي يومي لوموس من موريشيوس وأوتو دوي من الكونغو سيلاقي سانداونز الجنوب إفريقي دي مباريات 11 أغسطس بعض المباريات اللي لعبت أمس 9 أغسطس أو يوم الجمعة 9 أغسطس سنديب من النايجر هزم من اتحاد الجزائر بهدفين مقابل هدف والمريخ السوداني أيضا هزم من شاببت القبائل الجزائري بهدف مقابل لشيء قائمة فريق النادي الأهلي لهذه المباراة شناوي وعلي لطفي وخط الدفاع محمود وحيد وأيمن أشرف ومتولي ورامي ربيعة طبعا محمود متولي الوافد الجديد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني أما خط الوسط رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة وحسين الشحات وأليو ديانج أيضا من الصفقات الجديدة في شهر 6 وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا أحد الصفقات الجديدة أيضا وأحمد الشيخ وحسام عشور وجيرالدو أما خط الهجوم وليد أزارو وجونيور أجاييه تحت قيادة فنية للرجوياني مارتن اللاسارتي أما غيابات النادي الأهلي شريف إكرامي وماروان محسن وصلاح محسن اللي بنقوله البقاء والدوام لله في وفاة والده وماروان محسن النهاردة ألف ألف مبروك طبعا للنجمة ماروان محسن زفافه اليوم النهاردة إن شاء الله بالليل والنجمة أيضا وليد سليمة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2020 نتائج مباريات ذهب دوري الـ 34 كانت يوم السبت أيضا يانج أفريكنز التنزاني بيتعادل مع تاون شيبرولز من بوتسوانا بهدف مقابل هدف بيج بولتس من ملاوي بيتعادل سلبيا مع بلاتينيوم من زنبابوي وأفريقيا ستارز من ناميبيا بيتعادل أو بيكسب كامبالا سيتي 3-2 الأغاندي جلين إيجيلز من زنبيا بيفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف مقابل شه كامكم زنزيبار من زنجيبار بيهزم من بريميرو دو إيجوستو 2-0 الأنجولي كانوا بيلرز من نيجيريا بيفوز على أشانتي كوتوكو بثلاثية مقابل هدفين بقية النتائج الملعب المالي بيتعادل إيجابيا مع حرية الغيني وجريم مامبا أفسي من سوازيلاند بيهزم من زيسكو يونايتد الزنبي بهدفين مقابل شيء وابريكاما يونايتد من جنبيا بيتعادل إيجابيا أو 3-3 مع نادي الرجاء الرياضي المغربي نادي رحيمه من بوركينا بيتعادل أو بيهزم فريق إنينبا النيجيري بهدف مقابل شيء وكانوا سبورت من غنيا الاستوائية بيفوز على ميكل كنيما الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد يونيودي سونجو من موزنبيق بيتعادل سلبيا مع سينبا التنزاني دي نتائج مباريات الجمعة والسبت وإن شاء الله مباراة اليوم طيب زمع